اشتركوا في القناة هي لساعة القدس المخبأة اليوم في لندن بعد أن كانت تزين باب الخليل في القدس وتطلق أجراسها في كل ساعة إلا أن الجنرال ألنبي أمر بتفكيكها وسرقتها ووضعها في متحف لندن عام 1922 وتم نقل محرك الساعة إلى ساعة بيكبين شيد العثمانيون برج الساعة فوق باب الخليل بجوار القلعة على بناء مربع بلغ ارتفاعه 13 مترا واستغرق بناءه سبع سنوات وتم الفراغ منه في ذكر اليوبل الفضي لاعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني عرش الخلافة عام 1929 وبلغ التكاليف إنشائه 20 ألف فرانك فرنسي وكان يمثل تحفة معمارية تستقبل القادمين إلى المدينة من جهة يافا والخليل وكان يشمل أربع ساعات أن يراها السكان من مختلف الجهات وبعد سقوط فلسطين تحت الحكم البريطاني أصدرت جمعية محب القدس اليهودية قرارا بإزالة برج الساعة عام 1922 تارة بحجة شبهها ومنافستها لساعة بيكبين اللندنية وتارة بحجة بشاعة البرج بينما كان الهدف الحقيقي هو إزالة ذكر السلطان من أذهان السكان ومحاولة مسح ما يمكن من الذكريات العثمانية قاوم الأهالي ذلك القرار بعنف حاول ستورس تهدئة الأوضاع فنقل الساعة ونصبها على برج صغير بني على الساحة المقابلة لمبنى بلدية القدس خارج الباب الجديد وبحجة أنها لم تكن فكرة جميلة وتحت هذه الحجة أمر ستورس بهدم البرج وسرقت الساعة بحجة نقلها إلى المتحف البريطاني حيث تم تفكيك المحرك وتركيبه ليصبح قلب ساعة بيكبين رمز بريطانيا الشهير